الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في قراءة كتاب التيمم بالمختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته نتدارس فيه عددا من الأحاديث النبوية التي أوردها المؤلف في هذا الباب فليتفضل القارب بارك الله فيه مشكورا الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا مدين صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وابعثت إلى الناس عامة قوله في هذا الحديث أعطيت أي أن الله جل وعلا تفضل بهذه العطايا والهبات وهذه العطايا الظاهر أنها لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته وقع اختلاف في هل هذه العطايا لمحمد فقط لقوله أعطيت أو أنها له ولأمته فقال طائفة هي له خاصة فيكون قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بينما الأرجح والصواب أن هذه العطية لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته ولذا قال في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وهذه الأمور ليست خاصة بالنبي وحده دون أمته مما يدل على أن جميع هذه العطايا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته وقوله لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي أي أن ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الفضاء الأشياء كثيرة ولكن اختص بهذه الخصائص الخمس فأولها قوله ونصرت بالرعب مسيرة شهر أي أن الله جل وعلا يقذف في قلوب أعدائه الفزع والرعب والخوف منه على مسافة بعيدة منه وكلما كان الإنسان أكثر تمسكا بدينه زاده الله مهابة في قلوب عباده وقوله وجعلت لي الأرض هنا لفظت الأرض عامة تشمل جميع أجزائها وقوله مسجداء يجوز لي أن أصلي فيها بدون استثناف الأصل في الأراضي أطهارتها وصحة الصلاة عليها وقوله وطهورا أي يجوز لي أن أتيمم بها وقوله فأيما رجل أي إذا كان هناك أحد من هذه الأمة أدركته الصلاة يعني وقتها فليصلي أي فإن الأرض طاهرة ويجوز له أن يصلي فيها وحلت لي المغانم والمغانم ما يتركه الأعداء في المعركة بعد هزيمتهم فما أخذه المسلمون من أموالهم في دار الحرب فإنه غنيمة قال ولم تحل لأحد قبلي فمن كان من الأمم السابقة كانوا إذا غنموا غنيمة قاموا جمعوها فأحرقوها لكن هذه الأمة تفضل الله عز وجل عليها بأن أباح لها أخذ الغنائم قال وأعطيت الشفاعة هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم المراد بها الشفاعة العظمى حينما يجمع الله الخلائق في العرصات فيصيبهم من الهم والغم وتقرب الشمس من رؤوسهم حتى يتصبب منهم العرق حتى أن بعضهم ليلجم به الجامة فيكون من مطالبهم أن يقضى بينهم ليعرف كل واحد مصيره إلى جنة ميلا نار فيأتون إلى أنبياء الله عليه السلام واحدا واحدا إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله فيعتذرون فيعتذرون ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يشفع لهم في أن يقضى بين العباد في ذلك الموقف فيشفع بين يدي الله جل وعلا فتقبل شفاعته ويقضى بين العباد ومن خصائص هذه البعثة أنها عامة للناس جميعا كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وبينما كانت الأنبياء تبعث إلى أقوامهم خاصة فيبعث كل واحد إلى قومه فقط فهذا الحديث فيه فوائد منها فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم ومكانته عند رب سبحانه وتعالى واختصاصه ببعض الخصائص التي لم تكن لأحد من الأنبياء قبله وفي هذا الحديث أن ما يوقعه الله عز وجل في القلوب من الرعب والرهبة تجاه أهل الإسلام مزيّة امتياز الله بها هذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أيضا ذكروا ما يتعلق بالمسافات حيث كانوا يحسبون المسافة بالمدة التي تقطع فيها وكانوا في الزمن السابق يقطعون الأربعين كيلو متر في اليوم الواحد ومن هنا فإن هذه المسيرة قرابة الألف ومئتين كيلو لأن مسيرة الشهر يعني مسيرة ثلاثين يوما والثلاثون يوما في كل يوم يقطع مسيرة أربعين كيلو فالمجموع ألف ومئتين كيلو متر وفي هذا الحديث أيضا أن الأصل في الأرض الطهارة وأنه يجوز للإنسان أن يصلي في أي بقعة منها ولا يلتفت إلى مجرد الاحتمالات بنجاسة الأرض وفي هذا الحديث طهارة الأرض وجواز التيمم عليها فإنه قال وطهورا وقد ورد في بعض الروايات للأحاديث التي وردت في معنى حديث الباب أنه قال وتربتها طهورا وحينئذ هل نقيد حديث الباب بذلك الحديث فنقول الطهارة لا تحصل إلا بالتراب فقط كما قال بذلك الشافعية والحنابلة فيقول لا يصح أن يتيمم إلا بتراب له غبار واستدلوا عليه بهذه الرواية وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا وقال الجمهور بأن لفظة وتربتها لا يؤخذ منه عدم جواز التيمم بغير التراب لأن أخذ عدم جواز التيمم بغير التراب إنما هو بواسطة مفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة لا يكون على أسماء الذواء فالحنابلة والشافعية اعتبروا كلمة وتربتها صفة وبالتالي قالوا لها مفهوم مخالفة أنه لا يصح أن يتيمم بغير التراب والجمهور قالوا بأن كلمة وتربتها من أسماء الألقاب لأن هذا من أسماء الذوات وبالتالي لا ينحصر التيمم في التراب ومذهب الجمهور أقوى وإن كانوا قد اختلفوا فالمالكية يرون أنه لا يصح أن يتيمم إلا بشيء من جنس الأرض كالصخر والرمل والنورة والحنفية يقولون كل ما على الأرض جاز أن يتيمم به وسدلوا على ذلك بقوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد يعني ما صعد على غيره وسدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على رحله وتيمم وضرب على الجدار وتيمم ولعل هذا القول هو أردح الأقوال في المسألة وفي الحديث جوازوا أخذ الغنائم وقد جاءت النصوص ببيان أن الغنائم يأخذ منها الخمس فيوزع على الأصناف الستة المذكورة في آية الأنفال ثم الأربعة الأخماس تقسم على الغانمين وقد بيّن هنا أن أخذ الغنائم لم يحل إلا لهذه الأمة مما يدل على وقوع النسخ بين الشرائع فإن ما كان ممنوعا منه في الشرائع السابقة قد يأتي شرعنا بإباحته وفي الحديث إثبات الشفاعة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم منها الشفاعة العظمى ومنها أن يشفع لأهل الكبائر في أن يدخلوا الجنة وفي الحديث عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس جميعا عربهم وعجمهم كتابيهم ووثنيهم فالجميع مخاطبون بوجوب الإيمان بهذا النبي وبوجوب اتباعه وعن أبي الجهيم رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام قوله هنا أقبل أي أنه ذهب صلى الله عليه وسلم قال من نحوي من جهة بئر جمل وهذا بئر من الآبار المعروفة في زمن النبوة وقد اندثر في زمننا هذا فلقيه رجل في الطريق فسلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم محدثا وأراد أن لا يرد السلام إلا متطهرا ولذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام مباشرة حتى أقبل على الجدار وكانت الجدران في ذلك الزمان تصنع من اللبن ومن الطين معه التبن قال فمسح يعني ضرب على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد على الرجل السلام ففي هذا الحديث من الفوائد جواز التيمم في الحضر عند وجود أسباب جواز التيمم ومن فوائد هذا الحديث أيضا تسمية الآبار ببعض الأسماء التي تعرفها وفي الحديث أيضا مشروعية إلقاء السلام ومشروعية رده وفي الحديث استحباب أن يكون المسلم والراد متطهرا غير محدث وفي الحديث أيضا التيمم على الجدار كما قال بذلك فقهائه الحنفية وفي الحديث أن فروض التيمم هي المسح على الوجه والمسح على اليدين وعن عبد الرحمن بن أبزى رحمه الله قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ثم أدناهما من فيه ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء فكيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبو موسى إذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم قوله هنا عبد الرحمن بن أبزاء هو من علماء التابعين رحمه الله تعالى قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت أي أصابتني الجنابة بأن يكون احتلم أو جامع زوجته فلم أصي بالماء أي لم أجد ما أن أغتسل به فقال عمار بن ياسر وكان في المجلس لعمر أما تذكر يعني تذكر حينما كنا في تلك الواقعة إذ كنا أنا وأنت في سفر أي سافرنا من المدينة في سرية فأجنبنا أي أصابتنا الجنابة فأما أنت فامتنعت من الصلاة ولم تصلي بسبب أنه عليه جنابة ولم يجد ما أن يتيمن به ما أن يغتسل به قال وأما أنا فتمعكت أي جعلت أمسح بدني كله بالتراب من خلال وضع جنبي كله جسدي كله في التراب فصليت فعمار ظن أن في التيمم يمسح الإنسان أعضاء الوضوء فقال إذن في الاغتسال إذا لم نجد الماء نتيمم على جميع البدن كما أننا عند فقد الماء في الوضوء نمسح الأعضاء التي نغسلها في الوضوء هكذا ظن عمار بينما عمر ظن أن من أجنب ولم يجد ماء أنه يمتنع من الصلاة قال عمار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك يعني إذا كنت جنوبا ولم تجد الماء يكفيك التيمم ثم قال كان يكفيك أي لا يلزمك حينئذ شيء من الأعمال غير هذا العمل وهو التيمم قال كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض وفي هذا مشروعية ضرب الأرض في التيمم بواسطة الكفين قال ثم أدناهما أي قربهما من فيه أي من فمه ونفخ فيهما أي أرسل هواء من فمه تجاه يده التي فيها شيء من التراب والغبار ثم مسح بيديه وجهه ثم مسح كفيه وقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود أرأيت يا أبا عبد الرحمن يكون يتب بن مسعود إذا أجنب أي جاءته الجنابة فلم يجد ماء فكيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء لماذا لأنه جنوب وهو لم يغتسل فقال أبو موسى إذا لم يجد الماء لا يصلي يترك الصلاة قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا يعني في التيمم عند الجنابة لعدم الماء لكان أحدهم إذا وجد بردا ترك الاغتسال وبدأ يتيمم قال هكذا يعني تيمم وصلى فقال له أبو موسى على وجه الاحتجاج كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك يعني التيمم عند حصول الجنابة إذا لم تجد الماء فقال عبد الله بن مسعود إن عمر لم يقنع بكلام عمار فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية وإن كنتم جنوبا أو على سأفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية فحينئذ لم يستطع عبد الله بن مسعود الجواب وإنما قال له بأنني أخشى لوجست لهم التيمم لكان أحدهم إذا برد عليه الماء تيمم وترك الاغتسال فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد من هذه الفوائد الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عما يشكل على الإنسان من المسائل والأحكام وفي هذا الحديث أن الفقيه يراجع من حوله ويستفيد ممن عنده ممن ينقلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وفي هذا الحديث الدلال على أهمية تعلم السنة واستحضار ما فيها من النصوص لأخذ الأحكام منها وفي هذا الحديث من الفوائد جواز سفر المجموعة من الرجال كما سافر عمر وعمار وفي هذا الحديث اختلاف الصحابة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقومهم ويصوبهم وفي هذا الحديث أن القياس المخالف للنص لا يصح التعويل عليه ولا الاستدلال به كما فعل عمر رضي الله عنه وفي هذا الحديث استحباب أن يضرب المرء بيديه على الأرض عند التيمم وفي هذا الحديث أن مسح الوجه من فروض التيمم وفيه من الفوائد أن مسح الكفين يكفي أن مسح الكفين يكفي وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فعند أحمد وأبي حنيفة أنه يمسح على كفيه فقط ولا يمسح على الساعدين وعند الشافعي ومالك أنه يمسح على الساعدين مع الكفين قالوا هو في الوضوء يغسل ساعديه فهكذا فيه التيمم وهذه المسألة عند علماء الشريعة تسمى حمل المطلق على المقيد فإنه قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قالوا هذا مطلق وفي آية الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق فنحمل المطلق على المقيد لأن الحكم فيهما واحد وهو الطهارة والحنابلة والحنفية قالوا بأن الحكم مختلف فإن الحكم هناك غسل وهو هنا مسح فالحكم بينهما مختلف وبالتالي لم يصح حمل المطلق على المقيد وقالوا أيضا بأن لفظة اليدين عند إطلاقها تحمل على الكفين فقط ولذا لما قال تعالى والسارك والسارك فاقطعوا أيديهما حملت على الكفين دون الساعيدين وقالوا بأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح الكفين كما في حديث الباب وهذا القول أرجح القولين في المسألة وفي الحديث أيضا جواز نفخ اليدين بعد ضربه ما على الأرض وقبل مسح الوجه واليدين وظاهر الأحاديث أن مسح الوجه يبدأ به قبل مسح اليدين في التيمم وفي هذا الحديث بيان ما يحصل بين الصحابة من المناقشة والحوار لاستخراج الأحكام الشرعية وفي الحديث جواز الاعتماد على أخبار الآحاد التي يخبر بها الثقات من الصحابة ومن ماث لهم وفي الحديث أن من كان عقله حاضرا فإنه لا يترك الصلاة إلا أن تكون مرأة حائضا أو نفسا أما من كان عنده عقل فإنه يجب عليه أن يصلي ويصلي على حسب حاله وفي الحديث استدلال ابن مسعود بالنظر في مآلات الأمور والقول بسد إذ رائع وفي هذا الحديث أيضا أن الأحاديث تقدم على أقوال الرجال وآرائهم مهما بلغت منازلهم فعمر على مكانته ومنزلته نقدم الحديث على قوله وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن المرأة إذا عسر عليه الغسل أو الوضوء لسبب من الأسباب جزله الانتقال إلى التيمم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وأسعدكم في دنياكم وأخراكم كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين واستقامة لأمورهم وإدرارا في أرزاقهم اللهم وفق لا تأمورنا لكل خير وجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا